وقد كان سبب نزول هذه الآية عظيما جميلا ينبهنا على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظم رحمته صلى الله عليه وسلم ووسع شفاقته صلى الله عليه وسلم وكمال رأفته لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي قام يقرأ فمر على قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن قومه ربي إنهن أضلل كثيرا من الناس ثم قال عن قومه فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم يسأل إبراهيم ربه لقومه المغفرة وفي ليلة من الليالي قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية من أول الليل إلى آخره يرددها هذه الآية هي الآية الخاصة بقول عيسى عليه الصلاة والسلام إن تعذبهم أيضا يدعو لقومه إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم هكذا وجد النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم يدعو لقومه بالمغفرة ووجد عيسى يعني يذكر في دعائه أن قومه عباد الله يتحنن لأجلهم ويترحم من أجلهم ويطلب رأفة الله تبارك وتعالى لهم ومغفرة الله عز وجل لهم ورفق الله تبارك وتعالى بهم فوقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين هذين الدعائين دعاء إبراهيم لقومه ودعاء عيسى لقومه فمن عصاني فإنك غفور رحيم ومن عصاني فإنك غفور رحيم إن تعذبهم فإنهم عبادك فمباشرة بكى النبي صلى الله عليه وسلم وظل يردد أي ربي أمتي أمتي أي ربي أمتي أمتي فنزل جبريل صلى الله عليه وآله وسلم بأمر الله تبارك وتعالى يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعلم ما الذي يبكيك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت إبراهيم يقول كذا وسمعت عيسى يقول كذا أين أمتي أين أمتي فصعد جبريل يعني ثم نزل يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربك تبارك وتعالى يقول لك إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك وهذه الآية آية من جملة سورة الضحى التي هي كلها تعظيم وتوقير وتقدير لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم الله تبارك وتعالى على ذلك فيقول والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيما فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ولسوف يعطيك ربك فترضى هذا عطاء الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم هذا عطاء الله لحبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك كان الرجاء واحدا من ثلاثة أشياء ينبغي أن يكون المسلم عليها الرجاء في ناحية والخوف في ناحية وفي الوسط رأسه الذي يسعى به إلى الله المحبة فهو يسير إلى الله أو يطير إلى الله مثل الطائر جناحاه الخوف والرجاء ورأسه المحبة